بسم الله الرحمن الرحيم أهل مسألن بكم في حلقة جديدة من فرصة في أعصم أيام السنة كنا أعبد الناس وأخلصهم حالا وأصدقهم طلبا وأفكارهم لرب وأشدهم حاجة ومولاة وأسرعهم توبة إليه أكبر فرصة ممكن تحصل عليها هي أنك ترجع لربنا صحوانا وتعالى ترجع له بالتوبة ترجع له بالن أنت تبقى إنسان بينك وبينه تصالح ومفيش أجمل من أنت ترجع في يوم عرفة اليوم اللي فيه الجائزة الكبيرة اليوم اللي كله مغفرة اللي كله رحمة ربنا سبحانه وتعالى بيغفر لعباده في اليوم ده أكتر من أي يوم في السنة خلنونا نرحب نهاردة بالشيخ أحمد الصباغ من علماء الأزهر ونعرف منه إزاي إن شاء الله ربنا يكرمنا وننقول رضا ربنا في اليوم الكريم ده أهلا بك شرح أهلا بك شرح أهلا بك شرح مدورني الله يبارك في حضرتك يا رب كل عام وانت بخير حضرتك بخير وعيد سعيد أعلينا وعليك يا رب الله يبارك حضرتك بكرة إن شاء الله يوم عرفة إن شاء الله وقلنا بقى نطلع معك ده تدينا رشدة سريعة وإزاي نعرف نستغل إن شاء الله اليوم الجميل ده وربنا يجعلنا من المغفور لهم زي الناس الحجيج يشرفني وجود مع حضرتك أعوذ بالله السماء العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السماء العليم ودائما صلى على الحبيب اللهم صلى وسلم مبارك على سعيدنا النبي المبارك والنهاردة هنبدأ بداية جديدة من نوعها ونكبر نرسل مصطفى ممكن له التكبرات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد احنا بدأنا بالتكبيرات لإيه الله ده التكبيرات لسه من فجر بكرة ما فيه عندنا تكبيرات مطلقة وتكبيرات مقيدة التكبير المطلق بدأ معنا من أول ينفذ الحجة ولتكبير الله على ما هداك وليذكر اسم الله في أيام معلومات ده اسمه تكبير إيه مطلق التكبير المقيد اللي هو دبر الصلاة ويده من فجر عرفة بكرة ان شاء الله إلى عصر الرابع أيام العيد اللي هو بعد كل إيه بعد كل صلاة بعد كل صلاة فبدأنا بالتكبير النهاردة عشان دي شعيرة وزينوا أعيادكم بالتكبير فالنهاردة هنتكلم عن أعظم يوم في العام كله عن أفضل عام في السنة كلها وأول مبدأ عايز أدي حضراتكم النهاردة رشدة سريعة وهدية جليلة استخدموها بكرة الهدية يا اسمه مصطفى تطرى تقريباً الاستعداد بقى الاستعداد أهم شيء بكرة حاجة أرفع إيدي وحدك تقول أهم حاجة بكرة الدعاء بس طبعاً إلزم الدعاء إلزم الدعاء أما ليه؟ وهقولك دلوقتي بقى الهدية اللي بقولها لك هقولك على أحسن دعاء في أحسن يوم من أحسن نبي صلى الله عليه وسلم أعظم دعاء في أعظم يوم من أعظم نبي كلام جميل نجيب الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بكرة صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة يعني إيه خير الدعاء دعاء يوم عرفة يعني الدعاء في السنة كلها كوم وفي اليوم ده حاجة تانية الله يفتعليك بس كده يعني إيه خير الدعاء دعاء يوم عرفة يعني اللي عنده ابن تعبه يركز ليه في الدعاء بكرة اللي عنده رزق دي وعيز ربنا يفتحه أبوة بالرزق ركز في الدعاء بكرة في عرفة عنده شوية مرض يركز بكرة في الدعاء عنده شوية بلاء كل واحد بقى ايه في الحاجة بتاعته يركز في الدعاء بكرة أن الدعاء غدا المستجاب وفي نقطة كمان ده بكرة زاد الخير خيرين ده عندنا بكرة عيدين جمعة الله يفتعليك شوف ربك أراضي عندنا عيد أسبوعي وعيد سنوي عندنا عيد أسبوعي اسمه يوم الجمعة وعندنا عيد سنوي اسمه عرفة ربنا جمعهم لنا الاتنين في يوم واحد يعني إذا كانت الجمعة فيها ساعة إجابة وهي أحرى وقت في ساعة إجابة الجمعة من العصر إلى المغرب وكده كده يوم عرفة الدعاء المستجاب يبقى عندنا اتنين في ايه الخير كتير في واحد طبعا بس انت ايه ادعي الله 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 ركز في الدعاء ركز أحد السلف الصلح كان بيقول ما كنت أطلب من الله طلب إلا وأجلت الدعاء به إلى يوم عرفة أدلو ليه يعني قد لأني ما دعوت الله بدعوات في يوم عرفة إلا حققها الله لي قبل عرفة الذي يليه منذ سلاسين سنة يا سبحان الله بيشيل الدعاء بتاعته شيخ أحمد ليوم عرف عشان عارف وركز فيه وركز في دعوة ونش يناصح في دعوة وركز فيه اللهم ماهدي ابني اللهم ماهدي ابني مثلا اللهم مش في مرضي اللهم مرفع مرضي اللهم وسع رزق ركز يبقى خير الدعاء نتكلم للحديث بقى خير الدعاء دعاء يوم يوم عرفة عرفة وأفضل طب يا رسول الله ما فيش دعاء جميل بقى أن يقوله كده ما سبناش يا قسدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم تركش حاجة لما دلنا عليه وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل مش أنا بس أنا والأنبياء كلهم الله 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 ده أعظم دعائه في أعظم يوم من أعظم نبي خير الدعاء تاني يحفظ الحديث انشروا النهاردة عشان الناس يلحقوا بكرة نفسيهم خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر الرواية دي مفاش يحي ويميت هقوله تاني وحدك تقوله بعد دي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له له الملك له الملك وله الحمد وله الحمد وهو على كل شيء قدر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله ده اسمه دعاء يوم عرف دي لي مفهاش يحي ويميت دي الرواية يحي ويميت في أذكار الصباح والمساء فاحنا بنلتزم زي الدكتور ما يقولك العلاج ده واحد جرام ده خمسمائة ملي فهنا يا شكامل عائد نلتزم بنص الرواية بالظافة عشان نكسب خير الهادي هادي سيدنا محمد كلام جميل طب واحد يجي يقول الله يا ده أنا أعد بكرة من الفجر للمغرب أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بس أنا أعيز رباني يهدي بني وعايز رباني أديني شوية فلوس وعايز أشتري شقة وعايز عربية والبنات اللي عايزين يتجوزهم والولد اللي عايز يتجوز وعايز سد الديوني عايز أدعي يا مولانا سيبني بقى هو ده دعاء أقولك ده ده أبو الأدعية كلها في توحيد لا إله إلا الله أقوله شريك له له الملك الملك لله وحده وله الحمد الحمد له وحده وهو على كل شيء قدير ده جامعة ده إسمه يبقى بصفة الدعاء الدعاء عندنا نعين عشان نركز بكرة في الدعاء دعاء ثناء ودعاء عطاء ثناء بالثاء ذكر وثناء وفي دعاء طلب وعطاء طلب العطاء يا رب الديني يا رب عطيني يا ربنا محتاج يا ربنا عايز خير وبرك بس في دعاء بالثناء إن أنا أقعد أسني على الله وأذكره وأشكره فقط ولكن معظم دعاء نبي لما النبي يجي يقول للهما لك الحمد أنت ربه السماوات أرضه من فين ولكن الحمد أنت قيوم السماوات أرضه من فين ولكن الحمد أنت نور السماوات أرضه من فين بيبقى جامع عاشف أحمد بفكرة أنت بتجمع والذكر أولى من الدعاء هو سيدنا يونس ما نجاهه من البطن الحوت فلولا أنه مش من الداعين من المسبحين خد بال وربون ألف حسد القدس الصحيح وعزتي وجليلي أعطينا الذاكرين أفضل ما أعطي السائلين بسم الله ماشاء الله لما تقول ربنا الديني والديني والديني خير هديك الله كريم لكن لما تقول لا أحضر الله شريكا على كل شيء قدير ربنا يعطيك لصالحك أنت أفضل ما أعطى لازي سأل عطايا ربنا كتير وكلام معك جميل نطلع فاصل ونكمل اليوم الجميل ده وإزاي نستعد إن شاء الله اليوم عرفه فاصل أعزائي المشاهدين ونكمل حديثنا الجميل مع الشيخ أحمد وإزاي نقدر نسفيد إن شاء الله من يوم عرفه بكرة انتظرونا بعض الفصل ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين في اليوم الجميل إن شاء الله بكرة يوم عرفه وزاي ما بدأنا بالتكبير هنكبر تاني دلوقتي مع الشيخ أحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيام جميلة شيخ أحمد وكلها خير وبرك من ربنا إن شاء الله نعمل ايه بقى عشان ناخد اليوم كده من اوله ايوه بقى فيه كده جدول واستعداد صح عشان ما نفوتش لان اللحظة فيه لها قيمة بص يا فنم رقم واحد نمبر وين الصلوات الخمسة في جماعة للرجالة في الجامع وللستات في البيوت ان لم يكن فيه ستة تصلي في الجامع خير وبرك لكن لو صلت في البيت لها الاجر كامل يبقى الصلوات الخمسة في ايه في جماعة في جماعة وخاصة الفجر طبعا من الفجر ايه لان الفجر بكرة ليه خصوصية اصلا فجر بكرة فجر الجمعة من احب الصلوات نبقى كده من احب الصلوات الى الله فجر يوم الجمعة طب وفجر يوم عرفة ربنا اقسم به في القرآن والفجر والعشر العلماء قالوا سيدنا من عباس قال يعني يقسم الله بفجر يوم عرفة فانت كده عندك فجر يوم عرفة وعندك فجر يوم الجمعة برضو اتنين في واحد اوعي فوتك ياللي ما بصليش الفجر يا هو يا ناس اوعي فوتك بكرة صلاة الفجر ان شاء الله رب العمين ان شاء الله صلينا الفجر والصلاة الخمسة في اوقتها اعود بقى من بعد الفجر لحد الشروق اذكر واصلي واسبح وبعدين الشمس تطلع بعدها بتلت ساعة اقوم اصلي الضحى واقول لك مبروك عليك لقد فزت بحجات وعمرات تامتين 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 ان شاء الله تياخد الاجر بتاعهم الله يفتع عليك وانت قاعد طبع بعد كده اقول اذكار الصباح كاملة بعد كده اذكار المساء كاملة بعد العصر بعد كده صلاة الجمعة بقى بقى تبكير اغتسال وامتين الاجرس بقى لان اليوم دا الثواب فيه مضاعف الناس اللي كانت بتناтории عن الجمعة الجمعة في اليوم دا واخد بالك زي الصيام بسنتين كانك صلاة الجمعة لمدة سنتين برضو عشان تعوض بتقصير سواب عظيم جدا هتروح بدري خلاص الدنيا أجازة مواركش غير الزكر والعبادة اقرأ صورة الكهف وقعد صلي على سيدنا النبي وطالما يوم الجمعة في يوم عرفة أكثر في من الصلاة على سيدنا النبي لحد ما يقوله الرجل تهبل حد ما يقوله الستة الجنينت قعد صلي على النبي ليل بص لحد المغرب قال الله أكبر عشان ده زاد الخير خيرين جمعة وعرفة خلاص صلينا الجمعة روحنا بدري سمعنا الخطبة وأذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من بكر يوم الجمعة وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنى من الإمام واستمع ولم يلغ كتب له كأجل سنة صيام نهارها قيام ليلها ده في غير عرفة في عرفة بقى زود كمان سبعمائة ضعيف والله ضعيف لمن يشهد وقعد صلي الجمعة وتروح جاري أقعد في الجامعة شوية كده وذكر ربنا وصلي على سيدنا النبي وعايز تروح شوية روح تقعد أقعد وانا من صراحة بقول لك اقعد متروحش لو روحت تيجي الصلاة القوت والصلاة العصر اقعد سيبها والدقايق بقى من العصر للمغرب ده بقى الدعاء بقى الدعاء احنا نسينا برضو حاجة شخي أحمد صيام لسه 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 أقول من العصر للمغرب اقعد ضيع فيهم ثانية من الزكر والصلاة على النبي والدعاء الدعاء 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 فوق كل ده كنت لسه أقول لسه مصطفى خدها مني على طول الله يكربك بيسرق مني أفقر أبطول ده شرف لين الله يحفظ صلى على الحبيب صلى على المكيطين الصيام بكرة طبعا لأصحاب اللي هم الهمم أصحاب الأعذار والستات اللي عليهم أعذار والمرضى واركبر السن دول ما تزعلوش ولا أي حاجة ده انت تاخدوا السواب يمكن أكتر من النصام بنيتكم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء من نوى فأنت يا أبا يا حج يا كبير وانت يا ست الحج يا كبيرة وانت يا ست اللي عليك الدورة دم الحيض وانت يا حج اللي والد وعليك دم النفاس وانت يا عم يا صاحب العز اللي مش قادر تصوم ما تقلقش ربنا أضرب ليدك الآن من الموضوع ده يا شيخ أحمد اللي فكرة إن أنا مقدرتش أطلع الحج ومش قادر إن أنا أصوم مع الناس يعني برضو ببقى الموضوع ده شغيل ليس كل من حج حج وليس كل من لم يحج لم يحج فمن الناس من ذهب من لم يحج وقد حج ومن الناس من ذهب إلى الحج بزنبيل من الذنوب فعاد بزنبيل وخرج هي بتبقى وصي بالنواية النبي صلى الله عليه وسلم في غزو التبوك قال لهم إن بالمدينة لأقوامك غزو صعبة جدا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا وهم معكم شاركوكم الأجر حبسهم العذر خادوا الأجر وهم في مكانهم في مكانهم طيب طبعا الخير بقى في الأيام دي كلها شغل رحمة وإطعام الطعام بقى آه ويفطر الصيب بقى الأضحية أيوة أضحية بقى اللي خلاصي أنا كلها ساعات إن شاء الله نعم ونبتدي بقى في موضوع الزبح والحاجات دي نعم توصية بقى للأضاحي والناس اللي هتضحي والناس اللي هتتضحي الأضاحي دايما أنا ببلغ التنبيه أو التحذير أو لفت النظر ده حديث سيدنا النبي في مستر أحمد والنساء واللفظ لأحمد وفي صاحي الجامع قلنا نبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يضح فلا يقربنا مصلانا أقولت ناس مصطفا كده الله والحديث يعني من وجد إيه ساعة ولم يضحي فلا يقربنا فلا يقربنا مصلانا يعني إيه يعني إن ربنا موسع عليه وما ضحاش النبي بيقول ما يصليش معانا العيد يعني الأضحية مش بمزاجك لا ده شعيرة آه وفي أحديث برضو بتحص على الأضحية والصادقة بعض أهل العلم قال أنها واجبة آه لو أنت عندك الاستطاع والقدرة طب ما عندي استطاع والقدرة يبقى وشارك بإطعام الطغام حتى ولو بأموال صدقات قليلة اللي هي لحوم الصدقات تصبح قبل العيد أو بعد العيد دي مناش بقى زمان ولا مكان براحتك فيها ولكن أنا بقول الأضحية تأتي بعظمها وأشعارها وقرونها ممكن إحنا شايفين على شاشة ححمد استعداد البر والتقوى للأضاحب أو التوزيع والحاجات دي كلها حاجة جميلة آه وبيجيبوا حاجات جميلة وفيها أعزاكم الله طبي بيطري بيكشف على الحاجة وحاجة مضمونة وفيه تلاجات وفيه حاجة حاجة روعة وحاجة جميلة وأكل الناس لكن أنا خال الفرحة أنا بقول للناس بقى اللي بيشتركوا مع البر والتقوى فبيقولوا أن رجل المتبرع يعني أو المتبرع عن الناس الطيبين أهل الخير يقولوا أنا عايز نصيبي يجي لي أول يوم أو تاني يوم أو عايز كذا كيلو أقول لحضاكات لك أطحية صغيرة على قدك أنت وأهل بيتك وما تشغلش مؤسسة البر والتقوى ولا الجمعية عشان الله يكون في عنهم بيبقى وراهم شغل بالبلد بتاعنا الفلاحي طحن أه طبعا طحن من نار موسم بقى من الشغل موسم من شغل بص شغل طحن شب بقى قدي ذبح وقدي سلخ وقدي تأسيم وقدي توزيع وقدي تكييس وقدي تتليج وقدي توزيع على مستوى الجمهورية كلها قصة كبيرة أوي فما تشغلهم مش الله يرضى عنك وعملها ابنية صدقة أنت طلعت منك خلاص خد سوابها كاملة عايز أهل بيتك ياكلوا هتلوهم أنت من برأ وعمل أطحية صغيرة كده لك والأهل بيتك وده مش بقولك أنه ما فيش لا أنا بقولك على الأفضل بقولك على الأحسن ربنا يبالك فيك والله يبص الشيخ أحمد هي كلها بتبقى خير وانت برضو الواحد بيبتغي السواب فكرة أنت ده فرصة فرصة كبيرة فكرة أنت عيد بقى وخير وأيام كلها بركات نعم وإدخال السرورة على الناس دي أعظم حاجة ممكن تعملها في الأيام اللي احنا فيها أيوة سيدنا النبي قال زي ما كنا بنقوله أفضل عمل في عرفة اللي هو بكرة الصيام فأفضل عمل بعد بكرة هو الأطحية قال صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النحر اللي هو بعد بكرة يوم العيد عملا أحب إلى الله من هراقة الدم اللي قال أطحية وإنها لتقع عند الله تقدمها إذا رب تعالى من سبحانه وتعالى بمكان قبل أن تقع على الأرض فطيبوا بها نفسها حاجة عظيمة يبقى عشرة عمدت فكرة إحياء الشعائر فكرة أنت بترجع شعيرة كده وبعدين شعيرة سيدنا إبراهيم ضحه ألسه إحنا بقنا مع بعض إحنا بقى خلاص بقى ضحه فإنها سنة أبيكم إبراهيم أولا تاني كده بقى ضحه فإنها سنة أبيكم إبراهيم بس فأنت كده بتقتدب سيدنا إبراهيم اللي ربنا قال للنبي فيه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملات إبراهيم حنيف أبو الأنبياء والأضحية هتشفي مرضك هتهدبنك هتحافظ على مالك هتبرك في صحتك هتذكر السرع عليك زي ما بتجبر بخطر الناس الفؤراء ربنا هيكبر بخطرك إن شاء الله طب حد بسمعنا بقى شيخ أحمد دلوقتي يقول لك طب أنا مش قادر أضحي وما عنديش الإلساء أن أنا أعمل كده أشارك إزاي في السواب ده شارك بمبلغ بسيط مع جمعية البر والتقوى عاملين أسهم صدقات لحوم صدقات على قد ما تقدر تواصل معاهم 19-38 واشترك معاهم حتى ولو بـ 200 جنيه أو 300 جنيه أو على قدر ما تستطيع لا ما يبقى بقى ورضو عايز إيه يشارك الفكرة في إن أنا أخد السواب والنية بقى لو هو قال يا رب لو معايا لو صدقت النية ربنا هديك طب لو أنا صدق النية وما معايش خلاص خدت السواب يمكن زي ما حالك تبتقول برضو على موضوع غزو التابوك أي مكبر أصعب وأشد آه اللي هو هما ما خرجوش معاهم وما رحوش في الغزوة ومع ذلك شاركوهم الأجر في كل حاجة نعم لأنهما أخلصوا النية نعم زي الناس اللي دلوقتي برضو بتبقى بتشاشفوا الحجة على الشرشيته كده قلبه محروق واجعه آه هوما القرعة ما جاتلوش مثلا أو هو كان ما أقدمه ربنا وفقوش في كده فيبقى سبحان الله ممكن ياخد السواب ده بالنية نعم المشاركة في العمل برضو نية المرء هذه العلم قاله كده نية المرء خير من عمله أم طب أعمل خير بقى هاشخاعم برضو مش متوقفة عند الوضحاء بس نعم يعني فيها عمل خير كتير ممكن تعملها يا نها رب يوم ممكن تشارك في أي حاجة فيها عمل خير دلوقتي أي نعم تخل صرور تعمل حاجة فيها خير صلح بن اتنين مثلا صلح بن زوجين وقف على الطلاق صلح بن ولد وأبوه صلح بن جارين كلمة طيبة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى زيارة مريض تشيع جنازة ابتسامة حتى التبسم في وجه الآخرين صدقة ذكر صلاة على النبي قيام ليل قراءة قرآن اعمل صراحة إذا اللي احنا بنشوفها عشان شهدش رحمة محطات المياه والحاجة جميلة اللي هي أفضل الصدقات واللي هاي دي شارك في محطات المياه أو في أي حاجة مع بروه التقوى يلحق يشترك في الأيام دي أو في الأيام اللي هو مننا فيه ده اللي هو عرفة ليه بقى عشان الأجر فيه إيه طبعا مضاعف أضعاف مضاعفة إن شاء الله الإرش اللي هيحطها والحاجة لها خطيب بيبقى كنها بسبعمائة ضعف بسبعمائة إن شاء الله والله يضعيف لما يشاء طبعا فكرة المشاركة في حاجة زي كده وزي ما احنا شايفين الحاجة اللي بتعمل جميلة يا عالم يا فقدم هيجي علينا يوم عرفة تاني ودلأ ربنا يديك العمر يا شخي أنا بقول للناس وبقول للنفس يا الله أعلم فالتاني خليك فين أنت فيه كأنه ده آخر عرفة هي زي ما احنا بدون إحنا في برنامج فرصة فأنت لازم تقتاني من الفرصة فرصة صح هي برضو ما هي فرصة فرصة مع أستاذ صاحب خيد ربنا يا كريمك ودي أعظم فرصة فرصة يوم عرفة وأعظم فرصة لأنه أنا مع فرصة ربنا يا كريمك شيخ أحمد المحطات دي شيخ أحمد برضو بتبقى الفكرة فيها المشاركة لو أنا مش قادر أن أنا مثلا أعمل محطة كاملة لأن إحنا معارفين برضو أن هي بتبقى تكلفة فيها غالية شوية بتعجبنا حضرتك في حاجة إن حضرتك بتقول المستطيع زاده الله خيرا وبسطة وبارك الله فيه ودائما حضرتك بتهتم وده بيعجبني في حضرتك إن إنا ما بتقول طبعا أنا مش قادر أعمل إيه حط ولو 100 جنيه ولو 50 جنيه ولو 10 جنيه ولو بالنية الصديقة وحرقة القلب هتدخل معهم ما هي عشان فيه ناس كتير بتبقى برضو صعبان عليهم الفكرة إن أنا مش قادر أشارك مع الناس دي فما نحرمهمش السواب ونحرمهمش الأجر في حاجة زي كده بالضبط ولو بالقليل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهمهم واحد 100 ألف درهم يعني أبو جنيه ممكن نسبة أبو 100 ألف بالنية وهي يعني برضو 100 ألف برضو ربنا يكرمه مش بقنطه بس إحنا بنشجع ده هو اللي هيعمل حاجة زي كده الواحده طبعا هو لي الأجر الكبير هو الأجر العظيم الكبير ولكن اللي هيشارك برضو ربنا يكرمه نعم لأنه ما عندوش المقدرة والسعة نعم والله شكرا أحمد الواحد بيتمنى دايما إن الناس تكتر من أعمال الخير في الأيام دي بالذات نعم لأن خلاص إحنا عارفين إن المواضيع دلوقتي خلاص هي كلها ربع ديها ساعات صح والأيام الخير دي والأعياب بقى كل سنة وحاك طيب ويعلم بقى يعلم اي نعم ببنى يديك الصحة والعافية يا ربنا احنا وياك شكرا أحمد إن شاء الله وإحنا عايزين بقى في اختام الحلقة كده ندعي حاضر ناخد كده دعوة هندعي وإحنا بنختم في الآخر نختمها تكبير ماشي احنا نكبرنا في بلايات الحلقة ونكبر في نهاية الحلقة يعني دقيقة تكبير ودقيقة إن شاء الله حاضر نتوجه بالدعاء كده بإذن الله اللهم لك الحمد وحمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اصطرنا ولا تفضحنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وكلنا ولا تكن علينا وكلنا حيث كنا وإلى غيرك لا تحوجنا ومن شرور خلقك سلمنا اللهم افرش كرب المكروبين وأزل هم المهمومين واقضي الدين عن المدينين اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض اشفي يا ربي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء اللي يغادر سقما وارحم يا ربي كل ميت اللهم إن العيد سيأتي علينا ودنا في القبور أحبة رحلوا عنا ولم يرحلوا منا فاللهم ارحمهم رحمة واسعة واجعل عيدهم في الجنة واجعل عيدهم في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وتقبل من كل حج حجته وارزقنا الحج في الأعوام القادمة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار ونختم نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلاح حبيب عليك الصلاة والسلام قلبك طيب كل سنة طيب أشخي أحمد وأيام أعياد كلها خير وربنا إن شاء الله يكتب لنا الحج السنة الجاة إن شاء الله إحنا واللي بيسمعونا كلهم ويرزقنا كده إن شاء الله الأعمال الصلاحة في طول العنبق يعني مش عايزين بردو الناس بعد العيد عشان بس على الهوى يعني هتجيب لحمة ولا عادية لا نجيب طبعا لتنيت إن شاء الله كل سنة الخارج طيب كل سنة طيب وبسرح وبخير وسلام أشخي أحمد شوفك على خير إن شاء الله كل سنة طيبين يا جماعة والسادة المشاهدين كل سنة طيبين وبخير وسعادة وعيد سعيد عليكم وكل لحمة وإنت طيبين كل سنة طيب أشخي أحمد ودائما كده في أعياد ودائما في خير إن شاء الله كنا معكم أعزائي المشاهدين كانت حلقة قبل يوم عرفة إن شاء الله ربنا يكتبوا لينا إن شاء الله بخير وناخد في السواب الكبير ويتقبل من الحجاج إن شاء الله الله يقف فينا على جبع العرفات والحقنا بيوم السنة الجاية شوفكم على خير في حلقة جديدة شكرا